موسيقى يا أهلا و يا مرحبا حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة يديدة من برنامجكم من القلب لم يكن واحد يقول لك ولحت عليك اشتكت لك يا أخي فقدتك يا أخي وجودك يسعدني وجودك يريح القلب يا أخي استمتع لما أشوفك ابتسامتك حلوة تشوفوا هذه الكلمات كلها اشتوت فيكم الآن تقول الله تانزين وين هذا الشخص بس دلنا عليه خلي قولهنا هالكلام الحلو هذا الكلام الحلو وهذا الشخص موجود ما عليك أنك تشنو تبحث عنه لكن قبل أن تبحث عنه أنت تبقى في حياتك أنت تبقى حق غيرك أنت تقوله حق الناس اللي حواليك لأنه كما تدين تدان سواء نحن نتكلم في الجانب الإيجابي كما تعمل يعمل لك كما تفعل يفعل لك فإذا قلت أشياء إيجابية رح يقولوا لك أشياء إيجابية مثل ما أنت تبي الأمر بسيط جدا هذا أحد التابعين كان يتحدث كان يقول تزوجت وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزق العيال وأبي ولد أبي بيشري ولد وفي نفس الوقت بعدها تقريبا بسبوع تزوج صاحبه فصاحبنا متزوج استانس له وفرح له هذا الشخص صاحبنا كان في أحد يعني المجالس العلمية فسمع أحد المشايخ و أحد العلماء وقته يقول كما تدعو لأخيك كما تدعو لأخيك هناك ملك يدعو لك و دعاء الملائكة أفضل من البشر لأنه ما أقرب لله سبحانه وتعالى فهذا الرجل خذ هذا الحديث أو خذ هذه الجملة و بدأ يطبقه في حياته فقاعد يقول كل يوم في صلاته يا ربي ارزق فلان ولدا ارزق فلان ولدا صحيا أو صح سليم العقل والجسد والروح و صالح بار يبدأ يزيد في دعاءه حتى الله سبحانه وتعالى رزقه صاحبه بالولد و رزقه هو ولد كما طلب لصاحبه خذه فنس الشيء أنت في حياتك ادعي حق غيرك بالسعادة رح تسعد ادعي حق غيرك بالنجار رح تنجح لكن لما نقول فلان فيه و فعلته نفس الشيء أنت رح يصير فيه و فعلتك نفس الطبيعة فكما تفعل يفعل لك فأنا استقرب من الناس كثير من الناس لما يصير في مشكلة أو لما يصير في صدام في العلاقات الاجتماعية دائما يقول لك أنا بتعامل معه مثل ما هو يتعامل معي أنا بتعامل معه بأخلاقه مو أخلاقي يا أخي انت عامل بأخلاقك لا يمعود يأخلاق تكلم عنه هذا الشخص لا يستحق ولا يستاهل لنا الواحد يتعامل معه باحترام و أخلاق طيب هل أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام خير من مشعل هذه الأرض كان يتعامل مع كفار قريش كان يتعامل مع الأطفال كان يتعامل مع الجهال كان يتعامل مع العرابيين بأخلاقه و ليس أخلاقهم كانوا يسبونه و كان يكتم كانوا يضربونه وكانوا يعفو كانوا يطردونه ودخل عليهم بالتسامح والعفو والصفح لما دخل في فتح مكة يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ليس قادر لا بالله قادر أن يسيبهم ويطقهم ويطردهم ويعمل 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 ويتعامل بأخلاقهم ولكن يبيوصل لنا معنا أن يا أخوان يا أحباب يا أمتي أن تعاملوا مع الناس بأخلاقكم تعاملوا بأخلاقكم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أسألك سؤال بسيط الآن لما تصر في عندك مشكلة لم يصر عندك موقف لم يصر عندك أي شيء بس قول حط في بالك السؤال لو كان النبي عليه الصلاة والسلام الحين يمي أو معاي أو في هذه المشكلة كيف رح يتصرف تلقائيا أنت تلقائيا جسمك وفكرك ومشاعرك رح تبدأ تتغير وتتصرف كما يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام مجرد شيء بسيط الواحد اللي لا يضع حزام في السيارة رح سألها السؤال قل له لو النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح الباب قاعد يمك شان رح تسوق رح تلاقي يسوق بهدوء يضع الحزام ما يمسك تليفونه في أثناء القيادة وقس عليها وعيد أمور كان يسويها ولا يعملها بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المقصد والأساس في حياتنا خلونا نطلع هذا الفاصل ونشف تفاصيل أحبابي الحياة لكلها عمل مو ملة والحياة لكلها مرح مو جدية يازي أن الحياة لو كانت متزنة بين العمل والمرح حياتك ملكك مو ملكهم حياتك عيشها لك ولا تعيشها لهم تدري هذول منه هذول السلبين في حياتك نتبه منهم رجعنا معكم بعد هذا الفاصل القصير دائما عيشوا حياتكم كما أنتم تبون تعاملوا مع الناس بأخلاقكم النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقوه القرآن وكان خير البشر في التعامل حتى يعني كان عنده خادم يخدم عشر سنوات عشر سنوات يقول هذا الصحابي يقول خدمته النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات لم يقل لي لما فعلت أو لما لم تفعل يعني ما قال لي ليش سويت شدي أو ليش ما سويت شدي تخيل عشر سنوات ما قال له ليش لأنه يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه يتعامل معه يعطي هذا الشخص اهتمامه واختصاصه ومهامه ولا يتدخل في هذه الأمور يترك الشخص في حاله يترك الشخص في جوه أو في مكانته فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتعامل مع هؤلاء يتعامل معهم بأخلاقهم حتى أنت تعامل بأخلاقك التعامل بالأخلاق للأسف في بعض الناس عندهم إنه لما يتعامل بأخلاقي في وقت المشكلة إنه خسارة إنه خسران إنه نقص إنه تنزيل من قدرك لا أبدا من قال لك من قال لك أبدا أعرف أيضا هذه الجملة تركية في ذلك يقول لنبي أžurat سنام أقربكم مني منزلة يوم القيامة يعني يوم القيامة توقفون كل البشر يوقفون تخيل هذا المشهد ونبي أصراط سلام واقف ويوقف منه أقرب واحد منه من أقرب واحد يقولنا بسرقكم أقرب منكم أقربكم مني منزلة يوم القيامة منه أكثركم صلاة لا أكثركم حجا لا أكثركم عبادة لا من يا رسول الله? أحاسنكم أخلاقاً يعني تصرف أخلاقك تبدأ تعمل بهذه الأخلاق مع الناس تتعامل فيها مع غيرك يعني تكون أنت أقرب واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام وليكون أقرب واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام وين راح يروح؟ راح يروح مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وليس أي جنة جنة فردوس تخيري شوف كل هذه مبنية علشانه أخلاقك حتى حد للعلماء قالوا لي يا أخي ماذا تقيم الإنسان؟ قال الإنسان نحاول إلى أرقام الأخلاق واحد فكتبوا واحد المال صفر حطوا صفر الجاه حطوا صفر المنصب حطوا صفر المكان اجتماعي حطوا صفر البيئة حطوا صفر أصفر أصفر حتى وصلوا إلى رقم كبير جدا قالوا هذه قيمة الإنسان قال نعم ما شاء الله قيمت عالية قال لكن إن ذهبت الأخلاق شيلوا الواحد بقيت الأصفار فيصبح الإنسان بلا قيمة فقيمتك بأخلاقك تأكد من هذه النقطة وثق فيها قيمتك بأخلاقك قيمتك بتعاملك مع الآخرين بهذه التعاملات الجميلة الله سبحانه وتعالى ما حطاها فينا إلا علشان نتعامل فيها ولكن يقدر الله سبحانه وتعالى أن ينزحها منك أن يشيلها منك تخيل أن الناس والبشر حوالينا لا يوجد أخلاق كلش لا يوجد شيء إصلا أخلاق ما ستكون الوضع؟ سيكون الوضع دمار سيكون الوضع حقد وحسد وغيلة وقيس عليها من المشاعر السلبية والأمور والقيم السلبية فلكن وجود الأخلاق يعطي للحياة ميزة يعطي للحياة إيجابية يعطي للتعامل رقي يعطي للإنسان قيمة يعطي للأمور نتائج إيجابية وهذا هو المطلب وهذا حنبي في حياتنا عندما نقيس حياتنا في نتائجها تعال قيسها في النتائج الأخلاقية شوف حياتك كم مرة تعاملت بأخلاقك ستجد أنك نتائجك على هذه الأخلاقيات كم تتعامل بأخلاق حسنة مع غيرك ستجد رصيد الإنجازات ورصيد النتائج الإيجابية تزيد بهذه الطريقة كما تعمل كلما تعمل ستأخذ نفس الذي يستثمر في البورصة ويستثمر في المشاريع يدفع مبلغ وقدرة وفي النهاية يأخذ أرباح غير للشخص الذي عنده مبلغ يقطه يحرقه أو يقطه في البحر أو أي كان وينتظر أرباح وهذا عبداً ما يحصل فأخلاقنا هي رقينا أخلاقنا هي من تعمل منك إنسان نشوفكم إن شاء الله في حلقة يديدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر